يفهم على غير مصداقه فعندما يعين لك بعض المصادق يعني يعطيك ماذا؟ الضابطة واذا تذكرون قرأنا في رواية هذا وأمثاله وأشباهه يعرف من كتاب الله هو يعطيك المصداق ثم يقول ماذا؟ وقس على هذا شنو؟ قياس باطل؟ لا 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 هذا القياس بمعنى شنو؟ هذا التشبيه التنظير ما هذا الواضح ولا؟ هذا اللي كان يقوله مسكين أبن الجنيد ولكن الآخرين رادوا يسقطوا مولانا قالوا يقول بالقياس شنو؟ الباطن يرجعوا كلامه أبن الجنيد يظهر أبن الجنيد دم كان وضعه مثل وضعنا مولانا فمخالف لعموم العصر اللي موجودين فمن حيث العلم ما قدروا يسوله شي يسوله مولانا؟ هذا قائل بقياس أبو حنيفة الناس يقولون أي ملعون 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 قجل صاير صنو وإلا بيني وبين الله المحققين من علمانا ارجعوهم لأنه عندنا واردة احنا في العرض على كتاب الله يقول وقس على هذا وقس على هذا روايات واردة في وسائل الشعال يوم طالعوا فهو مرادا من القياس مو القياس الفقهي الباطل وإن كان يكون في علمكم القياس الفقهي باطل مسألة اجتهادية قد واحد يقول بصحتها وقد يقول واحد ماذا؟ لو هم سويتون ناهم الضروريات الدين ملانا الجواب أنا ليست أتعدي من ضروريات الدين والعباس ملان خلص العراقيين يدرون بأنه واحد من يحلف بالعباس خلص بعد بطلانها ليس من الضروريات نعم مسألة اجتهادية وأنا أعتقد ماذا ببطلانها ولكن مسألة اجتهادية فإذا جاء الآن مجتهد شيعي بالمعنى الحقيقي وقال بجواز القياس الفقهي ما المحذور في ذلك؟ لأنه لم يثبت أن بطلان القياس من الضروريات ماذا؟ ها؟ المذهبية ملانا أبدا وإنما مسألة اجتهادية مشهورة بين العلماء جيجد tours